اشتركوا في القناة لعب منتخبنا أيها مؤسف الدوري الإسباني الممتاز ولكن أبل ما نبدأ بالتفاصيل بتمنى تشتركوا بالقناة وتوصلونا للألف مشترك وتفعلوا زر الجرس وما تنسوا تدعمونا بلايك مثل ما شفنا بعد ما انتهت مباراة منتخبنا مع المنتخب الإيراني في الدور 16 واللي انتهت بفوز المنتخب الإيراني على منتخبنا بركلات الترجيح وبعد ما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي هدف لهدف وشفنا ردة فعل الإعلاميين في قناة أبوظبي على مباراة منتخبنا والمنتخب الإيراني الجميع أشاد بأداء منتخبنا والمستوى الجيد اللي قدموا في مباراة إيران في الدور 16 في كأس آسيا وأكثر العالميين اتكلموا بشكل إيجابي عن منتخبنا في مباراة إيران حكوا عن الروح القتالية اللي لعبوا فيها لعبين منتخبنا في مباراة إيران وعن لايقة اللاعبين اللي استمرت إلى نهاية المباراة والكل أشاد بها المدرب هكتور كوبر وبعض الإعلاميين اتفاجأ من أداء منتخبنا في مباراة إيران وكيف كنا نضغط على المنتخب الإيراني وبالخصوص من بعد منتصف الشرط الثاني لنهاية المباراة ولكن المحالة في لعبيننا الحظ وما أدروا يسجلوا هذا في الفوز قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة والجميع توقع إذا استمر المدرب كوبر مع المنتخب السوري ومنتخب سوريا في كأس آسيا سيحسب له ألف حساب أما عن انتقال صخرة الدفاع السوري اللاعب أيهم أوسو إلى الدور الإسباني الممتاز وبالتحديد اللي نادي قادش اللي بلعب بالدور الإسباني الممتاز وبيحتل المركز 18 بنصيد 16 نقطة من بعد الأداء والمستوى الجيد اللي قدموا اللاعب أيهم أوسو مع منتخبنا في نهايات كأس آسيا أتت للعب عدة عروض ولكن اختار منها العرض الإسباني نتمنى التوفيق للعب أيهم أوسو في رحلته الاحترافية الجديدة في الدور الإسباني الممتاز وصلنا لنهاية أخبارنا لليوم أبتمنى إذا عجبكم الفيديو تشتركوا والقناة وتفعلوا زر الجرس وما تنسوا تدعموني بلايك نلتقي بالفيديو القادم إن شاء الله دمتم بأمان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة